منتخب بلنا خلينا نتفق انه اول مباراتين عكس المتوقع احنا كنا متوقعين نبقى ست نقاط دلوقتي لان احنا نقطتين بتعادلين اداء مش جايد في مبارات موزنبيك اداء تحسن شوية في مبارات غنب في الشوت التاني ولكن مش راضين مش مبسوطين اوش هو من حق الجماهير انها يعني تزعل صح لان احنا احنا حتم منتخبنا دايما في صدرة افريقيا يعني لما نجي نتكلم عن منتخب مصر منتخب مصر عنده سبع بطولات لأفريقيا انديت مصر هي متسيدة القرى الافريقية فبالتالي من حقنا ان احنا نحلم ان منتخبنا لما يجي يلعب في دور المجموعات يكون هو الرقم واحد فده حقنا فتزعل طبيعي للقيمة الكبيرة اللي الناس كلها مستنيها للمنتخب انما وارد ان احنا نظهر بصورة مش صورتنا الحقيقة وارد لان في الاول في الاخر درياضة وديكور قدمنا مستوى فني مش المرضود الفني اللي الناس كلها مستنيها اه وقدمنا مرضود فني مش الناس كلها راضي عام صح انما يبقى احنا لنا امال وحظوظ في الادوار اللي اتقاها عندنا ده عندنا امال كبيرة وطموحات كبيرة يمكن اداءنا في مباراة غانا افضل بكتير من مباراة غانية وان كان الشروط التاني يعني يمكن الشروط الاولاني احنا بنسيب 45 دقيقة كاملة صح بنفقدها من ايدينا يعني بين ايدينا 45 دقيقة كاملين فقدنا فيهم كل شيء يعني كانت اول كورة لنا في الديئة 42 كورة امام عشور وما بنسميهاش فرصة حقيقية صح بتبقى بنسميهها فرص محاولة اه انما طوال قبل الخمسة واربين ديئة ما كانش فيه الشراسة اللي احنا محتاجينه خاصة برضو ان منتخب غانا ما ظهرش بالصورة اللي يعني المرعبة او الصورة الكبيرة اللي كانت بنحطها في المكانة اللي غانا يعني من الفرق الكبير اه الشروط التاني بدأت تتحرك لما دخل فيك هدف الشروط الاولاني شفنا شراسة كبيرة جدا من منتخبنا هو ده اللي احنا بنبقى مستنيينه صح هو للوقت صح من اقول ديئة اللي اللعيبة بتقاتل من اجل ان انت ترجع المبارا لان خلاص انت بتقاتل على ايه يا كابتن كريم على وجودك هزيمة يعني انت بنقطة هتبقى بعد كده الامور بتتصعب عليك صح انما تعادل او فوس حيرجعنا تاني للبطولة ودينا امال كبير فعشان كده انت كنت بتقاتل على وجود فعز مقاتلتك على وجودك وان انت قادرت ترجع بهدف التعادل من مرموش اللي انا يعني بقدم له التحافية للمباراة دي بازل موجود كبير هو وبقي الزملاء بس هو كانت محاولاته اكتر واكبر صح اه شراسة من تريزيجي في الضغط على مدافع غانا وعمل كورة اهلو جمنا قون